كل الشكر للزميلة سالي ثابت وضيفتها الكريمة على هذه الفقرة والمعلومات الطيبة بكل تأكيد وفي وقت نسمع به حاليا عن وقوع حوادث سير شنيعة ومتفرقة تكثر التساؤلات مشاهدين الأعزاء حول كيفية يعني وقوع هذه الحوادث أسبابها طرق تفاديها وأيضا كيف نتعامل لحظة قوع الحادث مع الإصابات بطريقة نتجنب بها أي خطر أو أي مضاعفات ناتجة عن الإسعاف الأولي الخاطئ وطبعا كل هذه الأسئلة نجيب عليها اليوم مع ضفنا الدكتور لؤي أبو لبدا وهو مدير قسم الطوارئ في مستشفى نابلس التخصصي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك نغام سعيد صباحي سعيد صباحي المشاهدين أهلا فيك شرفتنا أهلا وسهلا يعني لا حلو لا قوة إلا بالله كثير عم نسمع حوادث بهاي الأيام خاصة أنه بتنتشر بسرعة الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وللأسف عم بيروح ضحايا وخاصة بمع بداية فصل الشتاء يمكن في قواعد لازم نلتزم فيها لحتى نتجنب أي حوادث على الطرق صحيح طبعا إحنا بآخر فترة عمنا باللاحظ الزياد في حوادث السير والإصابات الناتجة عن الحوادث طبعا لو نحكي بشهر 11 لحد اليوم عنا أربع حالات وفاة نتجة عن حوادث السير وغير الإصابات المتوسطة والبسيطة والخطرة طبعا اللي عود حاليا نحن بنشوف الزيادة في عدد السيارات في فلسطين وهذا يعني بأدى إلى زيادة الحوادث السير بشكل ملحوظ نعم طبعا هون احنا بنحكي أسباب العمالها بنشوفها احنا بالمصفات اللي أدت إلى الحوادث طبعا من أهم الأسباب اللي احنا بنعمالنا بنشوف المرضى اللي هي السرعة الزائدة السرعة الزائدة والغير مسؤولة عند بعض المواطنين اللي بتأدو حياة وحياة الناس الآخرين كمان للخطر طبعا السرعة حاليا نحكي كلمة أن السرعة قديش كانت السرعة أوية قديش كانت الصدمة أوية قديش كانت الإصابة أخطر وقديش كان لأنه إذا كانت السرعة معقولة يعني إذا كانت السرعة داخل المدن معقولة ساعة السائق في مجال يتحكم لكن حتى إذا تم الاستضامة مع المركبة خلال حادث السير تخيل حتى أن السيارة ممكن تزحف أكثر بعد الحادث وممكن تنقلب أو تؤدي الأصابات مضاعفة بالحادث كمدير لقسم التوارئ هل بتم التعاون مع الدفاع المدني مع الشرطة الفلسطينية في توعية المواطنين أكثر وإرشادهم حاليا مديرية الشرطة والدفاع المدني وقسم التوارئ هم منظومة واحدة نعم لما يوصلنا حادث السير طبعا بيكون التبليغ عن الحادث وكلها نعمل في طاقم واحد أو في فريق واحد للحد من الحوادث طبعا مديرة الشرطة مشكورة عمالها بتكون في فحص الشتوي للسيارات وهذا يعني بيعمل دور كبير في التخفيف في محدة الحوادث اللي موجودة عنا حاليا أحب أحكي سبب تاني اللي هو ممكن يكون مشكلة اللي هو الاستعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة هلأ في بعض الناس تعتقد إنه إذا حطت الهاتف الخلوي أمامه وساء أنه هو بخفف الحادث بالعج هو إذا كتب رسالة نصية أثناء قيادته للمركبة أو هاي فهو ساعتها المسافة ما بينه بين المركب القادم ممكن تتغير ساعتها ممكن يؤدي إلى وقوع حادث فاستعمال الهاتف خاطئ هاي الأسباب اللي عادة تسمعها من الحالات اللي بتوصل عندكم على القسم هي صحية استعمال الهاتف الخلوي السرعة الزادة تجاوز بس مش دايما بتكون العوامل بشرية ممكن كمان الكوارث الطبيعية الشتل الانزلاقات السيول هاي كمان أسباب صحية لكن احنا بلاحظ أنه الأخطاء البشرية هاي أكتر من الكوارث الطبيعية للأسر أكتر أكتر حتى لو كان فيه عندنا كوارث طبيعية لكن لا يجب على السائقين ويجب على المواطنين أنهم يعني يدوم ويعملوا على صيانة مركباتهم بشكل دوري ويحافظوا على المركبة ويعمل فحص الشتاء ويخاص بفحص الشتاء لوجود الانزلاقات ووجود المطر والضباب وعدم الرؤية تمام وهذا نفسه بخف من هذه الحوادث أكيد طب الدكتور لو أي كتير بنسمع أنه والله وصلت الحالة عندنا على المستشفى أنه خطيرة كتير والسبب كان أنه أسعفوها غلط ما حملوا المصاب بطريقة صح ما كان في عنده ناس عندها المام بالإسعافات الأولية الصحيحة هاي برضه أسباب صحيح هنا بنحكي عن الأسعاف للطب الخاطئ للمصاب في حال وقوع الحادث إحنا بنواجه مشكلة وحتى إسعافاتنا بتواجه مشكلة نعم لو تواجدوا المهور بشكل مكثف في الحادث حتى المصعف أو طواقم الإسعاف والتي هي مشكورة دائماً عنها يعني دائماً متواجدة بـ 24 ساعة شغالين شباب بواجه مشكلة أنه تواجدوا الجمهور بشكل مكثف حول المصاب فهم نفسهم ما بقدروا يقدموا المساعدة الطبية فأنا أرجو الناس لما يكون حادث أنه يبتعدوا عن مكان الإصابي عند وصول الإسعافات عدم التجمهر عدم التجمهر أمام المصاب والسماح لطواقم الإسعاف بإداء واجبها بشكل تام في حال وقوع حادث أنا مثلاً صار حادث قدامي للمفروض هون أنه طبعاً أنا بأعتقد يجب تقسيم المهام ما بين الجمهور إحنا ممكن نستفيد من الجمهور في تقسيم المهام يعني واحد ممكن يقوم بالاتصال بالإسعاف الثاني يقوم بتقييم الوضع تقييم الوضع أنا في حال أنه شفت المصاب مثلاً في حالة خطر السيارة عم تحترك هاي ما بنتظر الإسعاف ساعتها بحركه بسحبه لكن إذا شفت أنه المصاب فيه أمان فأنا أفضل إذا كان لا عندي خبرة في الإسعاف الأولي يفضل أن أترك المريض ولا أتم نقله ممكن ينقله بحس النية لكن هو ممكن يضاعف يوصل عندي على المستشفى أنا زايد الكسر أو مضاعف الكسر أو زايد النزيف بسبب النقل الخاطئ للمصاب أهم شيء الاتصال في الإسعاف في رقم 101 معروف عند الجميع رقم 2 اللي هو تقييم الحالة إذا كان في حالة خطر سحبه إذا كان في الشارع مثلاً في نصف الشارع في سيارات سحب المصاب إلى منطقة آمنة إذا شفت المنصاق عم بنخليك ممكن أنا أشلحه أو الملابس تبعته أو أخفف الصدمة عليه أحكي معه وأشوفه واعي غير واعي لكن ما أقوم بنقله إذا لأنه ممكن أنا أقوم بمضاعفات الإصابة عند المريض أو إذا ما كنت بعرف ما أغامر برضه ولا أشرف فيه بسيارة الإسعاف إيش المفروض يقوموا فيه؟ طبعاً بسيارة الإسعاف الحمد لله إحنا سيارات الإسعاف عندنا تقريباً شبه مجهزة بالمعدات اللازمة طواقمنا طواقم رائعة خلني أحكي يعني فهم عارفين شغلهم يعني بوصل عندنا المصاب لما يكون بالإسعاف بيكون مثلاً إذا كان فيه كسر بيكون مثبت ممكن يعطينه للسوائل الوردية حتى لا يدخل في صدمة أو من هالشغلات هم عارفين عندهم قوانين داخل سيارة الإسعاف بتعاملوا فيها ما بعطوا علاجات ما بعطوا هاي لكن هم محافظة على المصاب لحين وصولوا إلى المقسم المستشفى طبعاً إحنا بنكون في تواصل تام مع شفير أو ضابط الإسعاف وإحنا عبارة عن منظومة واحدة يعني نعمل كفريق الإسعاف والشرطة والطوارئ والدفاع المدني وحمد الله إحنا هون حتى في بلادنا توجد هاي المنظومة بشكل رائع وتوصل الحالة عندنا على المستشفى خاصة إذا كانت سيارة الإسعاف توصل بكل أمانة وسلامة أنا هون كان سؤالي بالنهاية وهو لما توصل الحالة لقسم الطوارئ أول شي بتعملوا وأنت بتجهزوها للعملية إيش المعلومات اللي لازم تعرفها عن المصاب كخلفية تاريخية للمريض تفاصيل كثيرة يمكن أنت بتقدر تفيدنا فيها طبعاً قسم الطوارئ هو يعتبر من أهم أقسام المستشفى هو بوابة المستشفى هو المريض أول ما يدخل أو المصاب على قسم الطوارئ 24 ساعة الشغل 24 ساعة هون بأتي دور طبيب الطوارئ اللي هو تقييم الحالة هو المشخص الأول للحالة هو المنقذ للحالة في الأوسعات طبعاً فيها ساعة من يسميها الساعة الذهبية اللي هي الساعة الأولى اللي إحنا فيها ممكن ننقذ المصاب بتواجهنا المشكلة أنه إحنا لما يجينا إصابات كثير على قسم الطوارئ هنا طبيب الطوارئ بيكون بتقييم الحالات الحارجة والقطرة والبسيطة والمتوسطة فهو بيكون في تعامل مع الحالات حسب ما هو شايف خطورة الحالة والسرعة في التعامل معها فأرجو من المواطنين يتفهمونا في أقسام الطوارئ أنه إحنا لما توصلنا للحالات نتعامل مع الحالة الأخطر وإحنا أهم كسم هو منقذ للحالة طبعاً في حال بعد ما ناخد التاريخ الطبي والمرضي ونشخص الحالة مبدئياً بنكون بالتصوير طبعاً بنكون احنا متواصلين مع المقتبرات ومع قسم الأشعة ومع الأخصائي المعين اللي احنا بنشوفه مناسب بالحالة وبتم دخول المريض إلى المستشفى للمراكبة 24 ساعة طبعاً يوجد أخصائي ويوجد أطباء مقيمي في المستشفيات ويظلوا تحت المراكبة لحتى أنه ما يظهر عندنا علامات أهمية يظلوا تحت المراكبة حتى لو ما كان مالهم شي لأنه بعض الردود بعض الكسور تظهر بتبين بعد 24 ساعة يمكن صحيح في حالات كثيرة احنا بندخلها مراقبة أثناء مقوث المريض في المستشفى بتظهر عندنا إصابات لم يذكرها المريض أو لم يشعر بها ممكن نزيف داخلي تكون ممكن نزيف داخلي وفي أحياني نعيد الصورة الطبقية خاصة عند كبار السن أول ما يوصل الحالة ممكن نعمل صورة طبقية بما يبين عنا إشي فإحنا عمنا في بروتوكول معين ماشينا عليه نعيد كمان مرة صورة طبقية لتأكد إنه ما فيه عنا نزيف أو ما فيه كسور أو ما إلى ذلك رائع جداً دكتور لؤية يعني أهمية أنه يكون عند كل شخص فينا ثقافة حول الإسعاف الأولية لو بطريقة مبدئية لحتى نعزز هذه المعرفة عند أغلب المواطنين اللي قدروا يساعدوا بعضهم بالشارع بالميدان عبارة ما توصل سيارة الإسعاف وما يكون حصل أي مضاعفات لا صنح الله ومنقدر يعني كان نسعفها ونخفف منها بلحظتها صحيح مش بس في الشارع وممكن في البيت ممكن عنده وجود طفله في حالة صمح الله صار اختناق للطفل في البيت أو حروق أو هاي أنا بفضل أنه الجميع يتعلم الإسعاف الأولي على الأقل لو مبادئ الإسعاف الأولي أو الشغلات الرئيسية في الإسعاف الأولي بحيث أنه هو يكون مسعف للحالة أثناء حصولها وأنا بفضل أنه نعمل برامج على تقديم التعليم لبعض الناس أو المواطنين للإسعاف الأولي لحيث أنه يكون في حال حدوث أي حادث سير أو إصابات أو أي أمراض أخرى بيكون أحد المواطنين موجود جاهز للتعامل مع الحالي نعم حتى أنه بقوانين السر العالمية يفترض أنه بكل سيارة يكون في شنطة إسعاف أولي أولي بس أنه ما حدا بالتزم ما حدا بالتزم بتوقع لازم تيجي المبادرة من الأطباء خاصة بقسم التوارئ أنه مع الدفاع المدني الشرطة والجهات المسؤولة أنه خلاص نخلي هاي يعني أسلوب بحياتنا ونمط معتمد يعني بالفعل نلتزم فيه قانون صحيح للأسف ما فيه أن نلتزم بالشنطة الإسعاف الأولي وحتى يعني كثير مواطنين ما بتلاقيها بسياراتهم نادراً يا دب بالبيت حتى مرات في البيت أنا حتى قليل حتى توقع كان قبل موجودة صيدليات موجودة الشاشة والمعاقلمات حالياً ما بتشوف إيش من هذا المزبوط ممكن الناس يعني بتفكر أنه في مراكز طبية أو فيها لكن أنا بتوقع أنه لازم تكون هذه الشنطة موجودة بالسيارة أو في البيت أو في مكان العمل أو في المؤسسات والشركات نعم أكيدنا نتشكرك على جميع المعلومات اللي ذكرتهم نتمنى السلامة للجميع وأنهم يخذوا الحيطة والحذر ويحافظوا على سلامة أرواحهم يعني هم بيقودوا السيارة وكمان من خلال معرفتهم بأهمية الفحص الشتوي وبالإسعافات الأولية وتجنب أي طارق من قدر الله رسالة أخيرة حابة وصلها للمشاهد أنه أنت في حال إذا في حال أنك أنت مسرع بسيارتك لازم تفكر في شغلتين تفكر بعيدتك وتفكر في الناس اللي أمامك إذا أنت مقايسة على حياتك بس لتاني لا مقايسة على حيات الناس في أطفال في ناس بالشوارع وين في مدارس وين في منارتك مقتضة بالسكان تخفيف الصرعة عدم التهور الدرجات النارية لأسف حاليا موجودة بكثرة عندنا لبس الخوذة أخذ هاي ربط حزام الأمان لأنه بالفعل نسبة 50% بيقلل من خطر الوفاء أو خطر الإصابات البيغة عند المواطنين لا شك الله يحمي الجميع يا رب حياتنا لك شرفنا يساعدك